السلام عليكم طلاب الصف الثامن أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ راد المساعد اليوم إن شاء الله في عنا امتحان نهائي متوقع طبعا هذا الامتحان رقم واحد إذا كان في تفاعل على هذا الفيديو إن شاء الله رح نطلع كمان امتحانات أخرى متوقعة بحيث إن شاء الله جيبوا علامات كاملة أو شبه كامل في الامتحان المرتقب بداية في عنا هون 5 questions عنا خمسة أسئلة نبدأ بسم الله السؤال الأول question number one question number one بحكي لي read يعني اقرأ وبعدين في عندي questions أسئلة طبعا عادة كل امتحان نهائي للغة الإنجليزية في هذا النوع من الأسئلة طبعا هذا النص مأخوذ من الكتاب نقدأ بالقراءة الطريقة الصحيحة عادة طبعا كل واحد عنده أسلوب لكن الأسلوب اللي أنا بفضله أنه قبل ما تبدأ بقراءة الفقرة اقرأ الأسئلة اتعرف على أسئلة السؤال الأول بيحكي لي هو هو يعني من stopped يعني أوقف the robbers robbers يعني اللصوص وأنصح كل واحد مش حافظ هاي الكلمة أنه يكتبها على دفتر انجليش ومعنىها اللصوص طيب ما معنى who stopped the robbers يعني من أوقف اللصوص إذن احنا في عنا لصوص وفي واحد أوقفهم بلن نعرف مين أوقف اللصوص طيب نروع على question number two ولاحظوا هذا الأسلوب ترى مفيد جدا بيختصر عليك الوقت أنه تطلعوا على أسئلة قبل الإجابات قبل ما نروع على الفقرة السؤال الثاني where إشمعت where أين he هو luck himself يعني أقفل على نفسه luck مات هيقفل إذن احنا في عنا شخص أقفل على نفسه where أين أقفل على نفسه إذن السؤال أول مين أوقف اللصوص السؤال الثاني أين أقفل على نفسه question number three when did he talk to news reporters المعنى يا أستاذ المعنى كالتالي when تتذكروا معنى when متى متى هو تحدث إلى مراسلين الأخبار طيب إذن في عنا واحد اتحدث مع المراسلين متى تحدث when did he talk متى تحدث بدنا نعرف متى إذن صار عنا مين أوقف اللصوص ووين أغلق على نفسه ومتى تكلم مع المراسلين نأتي إلى question four والأخير what happened ماذا حدث when Charles عندما Charles and his sister شارلز ومين كان معا أخته we're playing in the garden كانوا يلعبون في الحديقة إذن في عنا شيء happened شيء حدث لما كانوا playing لما كانوا يلعبون بدنا نعرف إيش هو هذا الشيء اللي حدث طيب الآن صار في عنا فكرة عن الأسئلة من أوقف الربرز وين هو أغلق على نفسه متى تحدث مع المراسلين وماذا حدث لما كانوا يلعبوا في الحديقة الآن بعد ما تعرفنا على هذه الأسئلة نروح الآن نقرأ الفقرة وأنصحكم بهذه الطريقة إن كنت تتبعوها في الامتحان طيب نبدأ بالقراءة أنتوا طبعا في الامتحان راح تبلش في القراءة راح تفهم منها إنه في عنده ولد هذا ولد عمره 7 عمره 7 سنين هذا اسم الولد اسم البوي طيب كويس نكمل شو ما له هذا؟ stopped some robbers at home إيش يعني؟ stopped أوقف أوقف مين؟ بعض اللصوص في البيت طبعا إحنا الآن نذكر إنه قبل شوي في سؤال إنه مين أوقف اللصوص؟ شارلز هو يلي أوقف اللصوص شارلز روبينز فمباشرة أنتوا بس تقرأوا هذا الشيء قبل ما تكملوا قراءة الفقرة بتنزلوا مباشرة في الامتحان لازم هيك تعملوا بتروحوا وتجاوبوا على السؤال الأول هاي نحن جاوبنا أحد الأسئلة الحمد لله إذن اسمه إيش؟ شارلز شارلز روبينز أوكي تمام هاي احنا لاحظوا احنا صرنا مجاوبين على أحد الأسئلة إن نرجع شو ما نساوي؟ بنكمل قراءة من مكان ما وصلنا طيب While the robbers were threatening his parents نحاول نفهمها مع بعض لما أضلل الكلمة راح أعطي معناها إذا بتذكروا المعنى أنتوا اعطواه قبلي عشان تثبتوا المعنى While ما معنى while؟ بينما بينما مين؟ اللصوص كانوا ماذا يعملون؟ كانوا يهددون بهددوا مين؟ والديه إذن كان في عنا اللصوص يهددوا والدين شارلز طيب كويس بينما كانوا هددوا إيش صار ماذا حصل؟ هي هو يعني شارلز locked himself أغلق على نفسه in the bathroom في الحمام with his little sister مع أخته and called the police واتصل بمين؟ اتصل بالشرطة لاحظوا هون locked himself in the bathroom يعني أغلق على نفسه في الباثروم في الحمام طبعا هذا بذكرنا بسؤال السؤال هذا بيحكي أنه هو وين أغلق على نفسه إذا بتذكره السؤال الثاني question number two بيحكي لي where did he lock himself وين أغلق على نفسه في in the bathroom إذن نحن الآن عرفنا أنه أغلق على نفسه في الحمام in the bathroom ممتاز؟ طبعا الآن هسا بتذكر حالنا بالسؤال الثاني السؤال الثالث when did he talk to news reporters إيش يعني متى؟ متى ماذا؟ هو تكلم مع مين؟ مع المراسلين الإخبار إذن إحنا بدنا نشوف متى تكلم مع مراسلين الأخبار نرجع إحنا الآن للفقرة للمقالة اللي كنا نقرأ فيها ونكمل القراءة إحنا خلصنا الفقرة الأولى نجع الفقرة الثانية you can hear the conversation إيش معناها؟ نعطي المعنى مع بعض أنت تستطيع أن ماذا؟ أن تسمع تسمع إيش؟ المحادثة in a copy في نسخة of the police tape من شريط البوليس لأنه عادة لما واحد يتصل مع الشرطة يتم تسجيلها للمكالمة طيب the boy talked about this frightening experience to news reporters this afternoon طيب نعطي المعنى مع بعض the boy يعني الولد شو ماله؟ تحدث تحدث عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن تجربته المخيفة تحدث عن تجربته المخيفة مع مين؟ إلى مراسلين الأخبار متى؟ this afternoon في هذا المساء afternoon معناتها المساء أو وقت العصر اللي هو بعد الظهر فممكن نحكي بعد الظهر أو المساء المهم هنا بتذكروا إحنا كان في عنا سؤال أنه هو متى تحدث مع المراسلين؟ هو تحدث مع المراسلين هذا المساء this afternoon فبالروح فبالروح إحنا مباشرة عشان نجاوب على السؤال اللي بيسأل أمت هو كان بتحدث مع المراسلين هاي السؤال وين؟ متى؟ اتحدث مع الريبورتر مع المراسلين؟ فبنيجي إحنا هيك وبنيحكي إنه تحدث this afternoon تحدث هذا المساء وإذا كتبت that afternoon ذلك المساء برضو بيصير this afternoon أو that afternoon that afternoon طبعا أفضل طيب على كل حال ظل عندي سؤال أخير تذكروا اللي بيحكي لي what happened ماذا حدث لما Charles أخته كانوا إيش playing كان يلعبوا في شيء حدث لما كان هما يلعبوا فما هو هذا الشيء نرجع ونكمل قراءة حتى نعرف ماذا حدث لما هما كانوا playing يلعبوا in the garden while he and his sister his little sister were playing in the garden نعطي المعنى مع بعض while إيش معنتها بينما بينما هو ومين وأخته الصغيرة شو كانوا يعملوا playing كانوا يلعبوا when في الحديقة ماذا حصل بينما كان يلعبوا the boy realized something unusual was going on يعني الولد أدرك الولد اللي هو Charles أدرك ماذا أدرك شيئا ما غير معتاد غير طبيعي كان يحدث إذن في سؤال قبل شوي الأخير إنه ماذا حدث بينما كانوا يلعبون بينما كانوا يلعبون اللي حدث إنه الولد أدرك إنه في شيء غير طبيعي كان يحدث فبالتالي إحنا الجواب عنا هي عبارة عن هذه الجملة نسخها نروح مرة أخرى هذا هو هذا هو الجواب جواب جواب السؤال السؤال الثاني السؤال الثاني بيحكي لي true or false طبعا أتوقع كلكم بتعرف true معانتها صحيح وfalse خطأ يعني صح ولا خطأ بدنا نقرأ الجملة ونشوف يا ترى صحيحة أو ولا خاطئة طبعا هاي مبنية على المقالة اللي قرأناها قبل شوي السؤال أول بيحكي Charles Charles شو ما له is 8 years old عمره 8 ثمان سنوات فهل بتتذكروا انتو كم عمره إذا ما بتتذكروا بنرجع لهون بتلاقوا انه لا هو عمره مش ثمانية كم عمره يا أستاذ عمره 7 year old boy 7 عمره 7 سنين وليس ثمانية طيب ايش رأيكم العبارة الأولى true ولا false بالتأكيد يا أستاذ false خاطئة فبنكتب F أو إذا بدكوا تكتبوا الكلمة كاملة false ما في مشكلة ممكن تكتبوا حرف ال-F أو الكلمة كاملة الاثنين صحيح بنجي الآن ال-question 2 بيحكي لي the robbers مرت معنى كثير يعني اللصوص we're threatening كانوا يهددون his parents كانوا يهددون والديه هل بالفعل the robbers كانوا يهددوا والديه أوكي بنلاقي أنه الجواب هنا طبعاً نرجع على القطعة أو على المقالة نعم the robbers can you threatening his parents كانوا يهددوا والديه آه والله صحيح يا أستاذ إذن هاي الجملة شو نحط بين قصين true ولا false true لأنه صحيح وهي true يعني صحيح وإذا كتبت تي لحالها كمان بكفي طيب نجعل السؤال أو الفرع الأخير الفرع الأخير بيحكي لي his experience ما معنى experience يا أستاذ تجربة his experience تجربته was happy كانت سعيدة تجربته اللي هي لما أجل اللصوصه هددوا أسرته هاي التجربة كانت سعيدة بالنسبة إله فهل هذا الشيء صحيح ولا بنرجع حون وهاي الجملة فيها كلمة experience كلمة مفتاحية بنجد أنه the boy talked about his frightening experience التجربة ما كانت happy experience كانت frightening experience يعني التجربة مخيفة أو مرعبة بالنسبة له إذن frightening experience وليس happy experience إذن يا أستاذ شو رح نكتب هون بالتأكيد هذه الجملة false خاطئة بنكتب false أو if لحالها طيب إحنا هيك الحمد لله كمان جوابنا على question number two أشياء الآن نعمل بنروح على الصفحة التالية ويلي فيها question number three ضع دائرة question number three مثل ما أنتم شايفين بيحكي لي circle دائما لما تشوفوا circle يعني ضع دائرة طيب طبعا قبل ما نبلش أذكركم إذا شايفين إنه هذا الشيء مفيد لكم هذا الفيديو ياريت لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب عشان إن شاء الله يجيكم الفيديو الثاني في فيديو ثاني لامتحان آخر كمان مقترح ومتوقع بأسئلة أخرى متوقعة question number three السؤال الثلاث بيحكي لي circle بدي أضع دائرة على الشكل الصحيح للفعل الشكل الصحيح للverb للفعل طيب نبدأ بالقراءة one العبارة الأولى بتحكي لي when you are an active learner you في عندي خيارين like أو likes group work فهل ترى بحكي you like ولا بحكي you likes هاي بتعتمد على قاعدة في المضارع البسيط وفي في القناة يعني القاعدة هاي بشكل تفصيل فيديو خاص فيها المضارع البسيط لكن باختصار أنا بحكي لكم إنه متى إحنا بنزيد s تذكروا إحنا بنزيد s يا أستاذ لما الفاعل يكون he أو she أو it تمام لكن أنا هون في عندي you فبالتالي ما بقدر أضيف ال-s لأن الفاعل لا هو هي ولا هو شي ولا it مرة ثانية متى بضيف s لو إن الفاعل هي أو شي أو it معناته ما رح أضيف s إذن رح أختار like you like لأن الفاعل لا هو هي ولا هي ولا شي ولا it طيب امتاز بنروع على to to ماذا تقول modern Australia بعدين في عندي is وفي عندي are طبعا كلكم بتعرفوا إنها is مع المفرد وare مع الجمع إحنا بنحكي عن Australia يعني دولة Australia دولة وحدة صح ولا لا بما أن بنحكي عن المفرد فبالتالي رح أختار is لاحظوا الأسئلة بسيطة بس إنه الواحد ما يرتبك three Ali and أمر علي وعمر was walking we're walking طبعا بدنا نحكي إنه كان يمشي يعني كانوا يمشون فهل يا ترى بحكي عمر and علي was ولا we're walking إحنا بنعرف إنها الواز باستخدمها مع المفرد آه والله يا أستاذ بنعرف والwear بنستخدمها مع الجمع نعم يا أستاذ بنعرف طبعا ممكن واحد يستعجل يحكي عمر واز لأنه مفرد نحكي له لا خطأ لأنه أنا في عندي علي and عمر اثنين يعني مش مفرد فبالتالي رح أختار إلها where لأنه في الإنجليزي المثنى زي الجمع فبالتالي عمر علي and عمر were walking كانوا يمشون along the river على طول النهر four he slept يعني هو نام بينما هو كان يدرس أو درسه فهل الصحيح نحكي was studying كان يدرس ولا studied درسه طبعا هاي مبنية على قاعدة عشان تعرف جواب هذا السؤال والأسئلة الأخرى اللي على نظامه while بيجي بعديها إيش بيجي بعديها أستاذ ماضي مستمر ماضي مستمر لازم يحتوي على عنصرين was aware بالإضافة ل-ing معناته أنا رح أختار was studying مرة ثانية كيف عرفنا يا أستاذ عرفنا لأن while بيجي وراها ماضي مستمر تمام بالنسبة ل studied هذا ماضي بسيط ال-ed يعني ماضي بسيط درسه أنا ما بدي درسه كان يدرس أصبح المعنى هو نام بينما كان يدرس طيب تمام أحنا الحمد لله خلصنا question number three ننظف الشاشة وننزل لل-question التالي question number four مثل ما أنتم شايفين question number four بحكي لي order order لازم تعرفوها عشان لما تيجي في الامتحان order معناتها رتب order يعني رتب طبعا في عندي كلمات مخربطة وبيدي أرتبها طبعا كيف يا أستاذ ممكن حل هذا النوع من الأسئلة عشان تحل هذا النوع من الأسئلة أول شيء بدكوا تقرؤوا الكلمات وإنت تقرؤوها تحاولوا تكونوا جملة منطقية مثلا king king يعني ملك بيبرس في شخص اسمه بيبرس طيب of Egypt طبعا Egypt يعني مصر after يعني بعد ما معنى death معنى موت الما بيعرف هي رتب وتبع الدفتر يحفظها of وفي عندي became أصبح وكوتوز واحد ثاني اسمه قوتوز طبعا مشهور وفي عندي ذا معتها ممكن واحد يحكي أستاذ أنت لما كنت توصل عند off كنت تفشق عنها off لها معنى من أو إنها تنحط بين المضاف والمضاف إليه في اللغة الإنجليزية يحطوا off طيب خلينا نحاول نعمل تركيب منطقي في عندي واحد اسمه بيبرس واحد إذن أنا بستوعب إنه في واحد أصبح ملك لمصر بعد ما الواحد الثاني توفى طبعا هاي موجودة في مقالة في كتاب الطالب إنه بيبرس هذا الشخص بيبرس شو ما له أصبح أصبح إيش ملك لمصر ملك لمصر بعد مين بعد موت مين بعد موت قطس طيب ممتاز إذن أصبح king of Egypt after the death بعد الموت قطس كيف رح نكتبها الآن يا أستاذ نكتبها كالتالي أول شيء طبعا أنتو تعرفوا هاي جملة عادية ببدأ بالفاعل والفاعل احنا عرفنا إنه بيبرس هذا الشخص اللي اسمه بيبرس شو ما له بعد الفاعل بدي فعل طبعا أنا عندي فعل واحد بس بالجملة became طبعا هذا التركيب أنه بعرف الجملة فاعل عفوا آه نعم فاعل بعدين فعل بيساعدني بيبرس بيكيم بيكيم أصبح فبالتالي خلصنا من بيبرس نعم أوكي هاي طبعا أنا بنصحكم إنه الكلمة اللي بتستخدموها إنكوا تحطوا عليها اكس أو شيء معين عشان ما تستخدموا مرة ثانية بالخطأ وبيكيم استخدمناها أصبح ماذا أصبح ملك ملك وهي ملك إذن رح نستخدم ملك سويه بالأحمر نكتب هون كينغ كينغ أصبح ملك إيش ملك مصر ملك مصر وهي of Egypt أوكي ملك مصر طبعا حاولوا إنكم تحلوا قبلية إذا بتقدروا حاولوا تحلوا معي أو قبلية طيب متى أصبح ملك بعد موت قطز بعد إيش معنات بعد after يا أستاذ عارفينها وهي after وهي after بعد موت بعد موت أوكي منكتب after the death أوكي وهي the استخدمناها وهي death بعد موت مين بعد موت قطز of قطز بعد موت قطز موت قطز في اللغة العربية مضاف ومضاف إليه في اللغة الإنجليزية بين المضاف ومضاف إليه بيستخدموا of عشانك استخدمنا of فهي استخدمنا of أي واستخدمنا يا أستاذ هل استخدمنا قطز نعم استخدمنا شو ضل عندي ضل عندي النقطة بس وهي النقطة بنستخدمها هون نضحها هون لا تنسوا النقطة طبعا طيب أوكي هيك احنا الحمد لله خلصنا وحكينا أنه بيبرس became king of Egypt after the death of قطز طيب بنيجع على العبارة الثانية العبارة الثانية نفس الشيء الاستراتيجية نفسها بنقرأ الكلمات ونحاول نلاقي جملة منطقية نيانقتوم طبعا أنت بتذكروا نيانقتوم هاي اسم قبيلة في إثيوبيا أخذناها هيربس هيربس يعني أعشاب طبية أو نباتات طبية ذه ما معنى ذه ال في عندي نقطة هاي دولة طبعا في آخر الجملة on ما معنى on على rely ما معنى rely يا أستاذ ممكن تكونوا جديدة عند البعض يعتمد فياريت إنكم تكتبوا عدد بتر إنجل شو معناها يعتمد to make ليصنع better أفضل them هم طيب الآن بدأ أدبه كل شيء مهم شايفين ذه نعم شايفين يا أستاذ عارفين هاذه معنى تهقل بس في الت الت capital صح ولا لأ لازم تكون أول كلمة صحيح يا أستاذ صحيح لازم تكون أول كلمة فبالتالي رح أستخدم the في البداية إذن هون في عندي the أوكي رح أغيرها أنت في الامتحام تحطوا عليها تشطبوا عليها لما تستخدموا الكلمة the طيب the 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 نيانقتهم قبيلة طبعا خلينا نساوي بالأول المعنى المنطقي إنه بنحكي إنه قبيلة نيانقتهم شو ما لهم الآن هذا الفاعل بدي فعل يعتمدوا على بيعتمدوا على ماذا بيعتمدوا على العشاب الطبية لتجعلهم لتجعلهم أفضل إذن هيك رح أنحلها إنه قبيلة نيانقتهم بيعتمدوا على الأعشاب إذن the نيانقتهم وهي نيانقتهم the نيانقتهم قبيلة نيانقتهم الآن الفعل شو ما لهم يعتمدوا وهي يعتمد على صار عندي rely on يعتمد على وهي rely on قبيلت يعتمدون على ماذا على الأعشاب الطبية أعشاب الطبية herbs وهي صار عندي herbs ليش بيعتمدوا عليها لتجعلهم to معنى تهلي و make يجعل to make لتجعلهم to make them لتجعلهم better يعني أفضل وهي better طبعا النقطة نحط النقطة لننساها هيك تمام هيك الحمد لله خلصنا الجملة الثانية صار عندي نيانقتهم rely on herbs to make them better المعنى نعطيه مع بعض النيانقتهم يعتمدون على الأعشاب لتجعلهم أفضل أفضل طيب ظل عندي العبارة هاي في عندي when ما معنى when when مات هيكسب أو يربح ولاحظوا علمت استفهام معناته هذا سؤال أنا لما أعرف أنه سؤال معناته راح تكون what أول كلمة صح ولا لا راح تكون أول كلمة طيب when يربح وعندي واحد اسمه بلال إذن بلال اللي بيربح what ماذا أوكي يعني كاني بدي أسأل ماذا ربح بلال did طبعا did ما لها معنى بتيجي بعد لتسؤال حسب ما أخذنا قاعدة الماضي البسيط in في وهذا العام 1994 award award يعني جائزة إذن أنا بفهم أنه بلال بدي أسأل أنا ما الجائزة اللي ربحها بلال في عام 1994 إذن أبدأ be what وهي what وهي نحطينه هون what إيش بعديها بعديها بنحط did what did ما معنى did ما لها معنى بس بعد what في الماضي بنستخدم did فعل مساعد لازم نستخدمها what did طيب what did بعد الفعل مساعد إحنا هيك ترتيب الجملة أداة السؤال what الفعل مساعد did بعدين الفاعل be lal أوكي ممكن واحد يسأل يا أستاذ إحنا عنا بالعربي ماذا ربح بلال بالإنجليزي ماذا بلال ربح لأنه في الإنجليزي الفاعل اللي هو بلال قبل الفعل اللي هو win طيب what did بلال طبعا win طبعا في كلمة رح تستغربوها ورح تشوفوا كيف رح نستخدمها what did بلال win ماذا بلال ربحة وهي بلال استخدمناها أوكي وهي win ربحة في عام 1924 in 1994 في عام 1994 أوكي طبعا شو ظن عندي هسه شغلتين علامة الاستفهام طبعا رح تكون في الآخر وهي علامة الاستفهام نستخدمها هون في الآخر طبعا الآن رح تسأل وسؤال يا أستاذ في عندي كلمة ما استخدمتها award اللي معناتها جائزة فبحكي what award ما الجائزة اللي بلال ربحها هيك احنا استخدمنا award في هذا المكان طيب what award ما الجائزة اللي بلال ربحها في عام 1994 طيب تمام ان شاء الله يكون ما في مشاكل عندكم الآن هسه بننزل إلى الأسفل للسؤال التالي هذا السؤال هو السؤال الأخير في امتحان اليوم وان شاء الله بعد فترة إذا كان فيه تفاعل ممتاز على هذا الفيديو اشتراكات وإعجابات إن شاء الله رح نساوي فيديو كمان ثاني امتحان ثاني وممكن كمان امتحان ثالث إن شاء الله ايش المطلوب منه يا أستاذ في هذا السؤال complete أكمل طبعا من نكمل باستخدام correct form الشكل الصحيح للverb verb يعني فعل مثل ما انتم شايفين في عندي فعل بين قلسين بدأ أستخدمه بالأول كيف أنا أتعامل مع هذا النوع من الأسئلة أول شيء أقرأ الجملة وأفهمها I أنا walk يعني أمشي in the street في الشارع طيب أنا أمشي في الشارع بحد هسيح نفهم هيك طبعا هذا الفهم رح نعدلكم أنا شوية إن شاء الله when ايش مات when عندما ممكن واحد يحكي يا أستاذ لحظة when مات متى بحكي لك صح لو أنها أول كلمة في السؤال بفهمها متى لكن هون بفهمها عندما المعنى الثاني طيب أنا بمشي في الشارع عندما أنا hear أسمع an old woman امرأة كبيرة في السن أو امرأة عجوز إذن أنا أمشي في الشارع عندما أسمع امرأة عجوز معناتها أنا بفهمها كالتالي الفهم الصحيح أنا ممكن كيف أفهمها أنا كنت أمشي في الشارع عندما سمعت امرأة كبيرة في السن هذا الفهم صح ولا لا يعني منطقي أو ليش منطقي آه والله يا أستاذ منطقي أنا كنت ماشي في الشارع لما سمعت إحدى النساء فباجي بحكي أنا كنت أنا كنت أمشي ماضي مستمر يا أستاذ كيف عرفت أنه ماضي مستمر لأنه كنت أمشي كنت أمشي أي عبارة كان يمشي كنت أمشي فهي ماضي مستمر الماضي المستمر كتذكروا قاعدته بعد الفعل هو I باستخدم إما was أو إما where وهي بحكي was لأنه I بتأخذ was ما بتأخذ where I was أنا كنت كنت ماذا أمشي walk ولا walking لا والله يا أستاذ walking تمام لازم تكون walking ليش يا أستاذ عشان أحكي كنت أمشي اللي هي مضارع مستمر عفوا ماضي مستمر استخدم الwas will ing هاي قاعدة الماضي المستمر إذا ما حضرتوها اكتبوا رائد المساعد الماضي المستمر واحضروا هاي القاعدة طيب I was walking أنا كنت أمشي في الشارع عندما سمعت here يسمع بدأ خليها سمعت يعني الماضي يعني التصريف الثاني التصريف الثاني أو الماضي من here إيش هي يا أستاذ هذا فعل غير منتظم here ما بزيد E D بس D here احفظوها إنها here ماضيها here بس منضيف ال D طيب أوكي خلصنا هاي العبارة نجعل العبارة الثانية العبارة الثانية what يعني ماذا you يعني أنت watch تشاهد يعني واضح أن السؤال ماذا أنت تشاهد يعني ماذا تشاهد طيب يسألكوا سؤال لما واحد يسأل الثاني يقوله ماذا تشاهد مش هذا الشيء معنات أنه هو الآن قاعد بيشاهد شيء صح ولا معنات هو الآن قاعد على التلفزيون بيشاهد هذا الشيء أو على التليفون فبالتالي هل نحن استخدم لها مضارع مستمر مضارع مستمر كيف رأعرفنا يا أستاذ لأنه لما بقرأ هذا الجملة بفهم أنه أنا بسأل واحد شو قاعد بيشاهد الآن صح ولا طيب يا أستاذ عرفنا أنها مضارع مستمر بشو هذا بيفيدنا مضارع المستمر في السؤال هل بتتذكروها إذا ما بتتذكروها اكتبوا رائد المساعد مضارع المستمر وشوفوا قاعدة السؤال واحفظوها القاعدة هي باختصار كالتالي أداة سؤال طيب بعدين لازم نستخدم إما إز وإما آر وإما آم اليو بتأخذ آر صح؟ وهي استخدمنا الار بعدين الفاعل يو بعدين الفاعل واتش ومنزيد لها آي إن جي صارت واتشينج تمام ممكن واحدة يا أستاذ ممكن باختصار تكتب لنا القاعدة هون طيب ماشي الحال قاعدة الماضي إيش المستمر السؤال هي عبارة عن أداة سؤال أوكي أداة سؤال اللي هي WH تمام بعدين إما بنستخدم إز أو آر أو آم أوكي بعدين باستخدم فاعل اللي هو السبجيكت السبجيكت يعني فاعل بعدين فاعل اللي هو verb تمام باضيف للverb إيش آي إن جي في آخريته آي إن جي طيب تمام هاي هي ممكن تكتبوا هاي على دفتر إنجليش قاعدة المضارع المستمر السؤال طيب ممتاز ظل عندنا يا أستاذ بس عبارة أخيرة بعديها بنخلص هذا الامتحان إن شاء الله العبارة أخيرة بتحكي آي أنا not know لا أعرف if everyone does the same إن كان كل شخص يفعل نفس الشيء أنا لا أعرف طبعا واحد بيحكي أنا لا أعرف هاي مضارع بسيط أنا لا أعرف فكيف إحنا بالإنجليزي يا ترى كيف إحنا بالإنجليزي نحكي أنا لا أعرف نحكيها كالتالي I بنيجي not not تتحول لا don't don't ليش يا أستاذ don't لأنه عشان أنفي عشان أنفي بمضارع البسيط إحنا أخذنا وإذا ما 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 بتذكروا كويس إذا كتبوا رائد المساعيد المضارع البسيط وأحذروا هذيك الفيديو راح يفيدكم إن شاء الله في المضارع البسيطة جماعة الخير عشان أنفي باستخدم إما don't وإما doesn't تمام؟ الجمع will I, will you بتوخذ don't بينما he وshe وit توخذ doesn't فبحكي I don't هي يستخدمنا not وno شو بتصير يضلها زي ما هي ليش يا أستاذ؟ لأنه بعد do والdon't, does وdoesn't الفعل بيكون مجرد يعني من غير أي زيادة I don't know أنا لا أعرف أوكي هيك إحنا بنكون الحمد لله رب العالمين خلصنا امتحان اليوم إن شاء الله بنشوفكم في الامتحان الثاني المتوقع أستاذ راد المساعيد يحييكم وأنا نراكم إن شاء الله على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته